أهلا بكم من جديد وفي الشأن الفلسطيني أغلقت قوات الاحتلال مداخل محافظة نابلس من الجهتين الجنوبية والغربية وعلنت منطقة مفترق قرى جيت وصرة منطقة عسكرية مغلقة فيما اقتحم الاحتلال ليلة الماضية عدة قرى واحية في المحافظة بحثا عن منفذي عملية فدائية وقعت غرب نابلس قرب مستوطنة جفات جلعاد المقامة على أراضي الفلسطينيين هناك وأسفرت العملية عن مقتل حاخام يعتبر من غلات المستوطنين الذين أذاقوا سكان القرى المحيطة صنوفا من الإرهاب أربعون ثانية إثنتان وعشرون رصاصا من مسافة عشرين مترا سائق ومنفذ هي مفردات العملية الفدائية التي حدثت غرب مدينة نابلس الليلة الماضية مفردات يتآلف فيها الزمن مع الإصابة الدقيقة تكتيكيا ورمزيا لتنتهي بمقتل واحد من غلات المستوطنين القابعين فوق صدور مواطني قرى جيت وصرى وتل وفرعة وإماتين غرب مدينة نابلس منذ حدث إطلاق النار كان هناك انتشار مكثف لجيش الاحتلال الإسرائيلي قطع المستوطنين انتشروا بشكل جنوني وهذه فرصتهم أن ينتشروا بشكل جنوني وقاموا بتكسير عشرات الصيارات البورة السلطانية اسمت قلعاد على اسم عائلة قلعاد أو مزرعة قلعاد سموها من أشهر عشر المستوطنين ومتخصصهم فقط اعتداء وترد المزارعين من أراضيهم أي مستوطن يسكن في أي مستوطنة بالتأكيد يكون عقليته يمينيه مطرفة كل من هو يؤمن بالفكر الصهيوني يسكن هذه المستوطنة المستوطن القتيل لم يكن بريئا من التطرف فهو أبرز قادة عصابات المستوطنين الذين مارسوا صلوفا من أعمال الإرهاب التي طالت كل القرى المجاورة حيث شارك في بناء خلايا جديدة من جماعات تجفيع الثمن هذه الجماعات التي عمدت لمهاجمة السكان والمنازل وحرق مئات الدنومات بعد أن استولت على المنطقة برمتها خلال انتفاضة الأقصى الثانية بدعم من حكومات الاحتلال المتعاقبة الأمس أعلنوا عن إغلاق كل المداخل الرسمية للمحافظة كل الطرق المؤدية إلى نابلس كانت مغلقة الإجراءات هي إجراءات واضحة أنها عقاب جماعي لكل محافظة نابلس وفي نفس الوقت فقط لإرضاء المستوطنين الاحتلال بعد العملية جن جنونه كان ذلك واضحا من اقتحاماته لمختلف القرى المجاورة لمكان العملية حتى وصل الجهة الغربية من مدينة نابلس بحثا عن المنفذين ليكتشف الفلسطينيون مع ساعات الصباح الباكر إغلاق جنود الاحتلال لمداخل نابلس وإعلان مكان العملية منطقة عسكرية مغلقة الانتقام لم يتوقف عند سياسة العقاب الجماعي هذه والتي تؤثر على حوالي نصف مليون مواطن في شمال الضفة الغربية والتهديد والوعيد بات شعارا لقادة العدو بعد تحريض واسع شنه غلات المستوطنين الذين يسكنون هذه المنطقة من بلدة حوارة جنوب نابلس المحتلة حافظ أبو صبرة رؤيا